تداولت أنباء عراقية عن إطلاق صراح أحمد حمداوي الكناني المتهم بقتل الخبير والمحلل الأمني هشام الهاشمي وفي العودة إلى تفاصيل الجريمة اختيل هشام الهاشمي في يوليو عام 2020 أمام منزله في منطقة زيونة بالعاصمة العراقية بغداد عندما أمطرهم مسلحون يستقلون دراجة نارية بوابل من الرصاص فأردوه قتيلا ضجت الأوساط الشعبية العراقية والعربية حينها بتلك الواقع خاصة أن الهاشمي معروف على نطاق واسع بتحليلاته الأمنية وخبرته في الشأن العراقي بعد عام على اغتيال الهاشمي أعلن رئيس الوزراء حينها مصطفى الكاظمي القبض على المتهم الرئيسي في الجريمة وهو الضابط في وزارة الداخلية أحمد عويد الكناني بينما بثت تلفزيون الرسمي اعترافاته الكاملة والتفاصيل جريمة اغتيال الهاشمي حكم على الكناني بالإعدام في السابع من مايو الماضي فيما نقضت محكمة التمييز الاتحادية حكم الإعدام وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق عرف هشام الهاشمي بفطنته وقدم العديد من الاستشارات الاستراتيجية والأمنية لقادة والسياسيين عراقيين ما جعل من مقتله قضية رأي عام حملها العراقيون حتى اليوم ورغم اتهام الضابط أحمد حمداوي عويد معارج الكناني بتدبير عملية اغتيال الهاشمي إلا أن المطالبات ارتفعت للكشف عن هوية الجهة التي حرضت الكناني على التنفيذ وبينما وجد العراقيون حكم الإعدام بحق الكناني منصفا نقضت محكمة التمييز العراقية الحكم وأعادت القضية إلى محكمة التحقيق وبررت المحكمة قرارها بأن اللجنة التي تولت التحقيق في القضية لا تملك الصفة القانونية للتحقيق في الجريمة السلطات العراقية اكتفت بوصف الجهة التي ينتمي إليها الكناني بالخارجة عن القانون دون أن تكشف عن اسمها رغم أن الاتهامات التي وجهها العراقيون عبر وسائل توصل الإعلام طالت الميليشيات المدعومة من إيران خصوصا أنه قبيل ساعات فقط من اغتياله ظهر الهاشمي في مقابلة متلفزة عبر محطة محلية وانتقد فيها ما اسمها خلايا الكاتيوشا التي تطلق السواريخ وتهاجم البعثات الدبلوماسية في العراق وأبرزها مبنى السفارة الأمريكية وسط بغداد بحسب مراقبين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر